اشتركوا في القناة الشهداء والجرحة لكن نستطيع أن نرزم أنهم بالعشرات هناك أكثر من خمسة شهداء في كفرنبل وحدها وعشرات الجرحة هناك شهداء في بلدتي حاس وكفررومة هناك شهداء في معرة النعمة الطيران الحرب الآن ما زال يحلق في الأجواء لا أدري إن كانت الكاميرا تستطيع التقاط الطيران الحرب لا يكفى أبدا عن التحليق ربما يحاول أن يعود أيام هذا هو أول أيام التي كانت هي صح بعد عدة أيام غيوم ومطر يحاول الآن الطيران الحربية يستكلب بالتعويض العمليات فتح الشوارع ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة من قبل عناصر الدفاع المدني خلفي تماما حافلة كانت تنقل بعض المواطنين السوريين تم استهدافها أيضا بغارة جوية مما أدى لإستشهاد وجرح من كانوا بداخلها وتهدم أو تعطل الحافلة بشكل كامل نتيجة القصف إذن الدمار في كل مكان لا يميز بين منزل مدني وحافلة تسير في الشوارع بين فرن وبنك دم الطيران ما زال يحلق حتى هذه اللحظة وينفذ عدة غارات جوية قام الطيران المجرم بقصف وسط المدينة بالغارة الأولى وفي وقت فريق الدفاع المدني عيشتغل في الغارة الأولى قام بقصف منطقتين من وسط الدعم القسم الشمالي كمان محل خضرة أدى لسقوط عدد كبير من الجرح والشهداء وفريق الدفاع المدني وإستشهاد فيها بتنقل الشهداء والجرح على المشافي تم استهداف مشفى أوريان بصواريخ فراغية أيضا ما في حصائية أولية لعدد الشهداء والجرحة؟ أحصائية ولي ما فيه شهداء شلنا شهداء وجار حكير تعبت المشافي والجوامع لا تكل عافية رب